سمن وزير خارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي دور الشركات اليابانية العاملة في مصر معربة عن تطلعه لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة واستمرار تضفق الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الوعدة المتوفرة بالسوق المصرية وخلال لقائه محافظ توكيو يوريكي كويكي أكد وزير خارجية على اهتمام مصر بإدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتطوير البنية التحتية التكنولوجية مشين إلى تطلع البلاد لاستفادة من تجربة اليابان الرائضة في مجال التنمية الحضرية ومعربا عن تطلع مصر لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وزيادة حركة السياحة الوافدة بين القاهرة وتوقعه هذا وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقائها إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية مشين إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان فعدد من المشروعات الغامة في مصر على رأسها المتحف المصري الكبير